عندما تأملت المشهد الحالي وجدت نفسي أردد أروح لمن؟ إبراهيم أهلا بيك يا مهندس أهلا بيك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة حلقة رقم 708 يبدأها المهندس عدل القيعي بالأغنية تروح لمن؟ ليه؟ بنسى السيد إبراهيم نحن مطالبون بقيادة الرأي العام نحو الأصوب نحو السلوك الرياضي نحو التسامح نحو يعني أن ننهج نهجا يبعد عن الإثارة والتحفيل والتقليل من الآخر والاحتفاء بنتائجنا دون التقليل من نتائج الآخرين يعني أن نشيع الروح الرياضية كلام جميل جدا نلتزم بهذا ولكن ما تراه على المشهد الرياضي الآن عكس هذا تماما وكلما يفوز المنافس تزداد حملة التحفيل والتلقيح والتقليل وبعدين تم تقول ليه حاشتكي تشتكي تلاقي نفسك بتتعامل مع نفس الشخص نفس الكيان نفس العقلي تصاعد تلاقي اللي فوقيه نفس المنهج نفس اللي حديلك مسأل بسيط جدا يعني الناس شافت كرة الحاسمة اللي هي في آخر ثانية والدرع بيشوت والمصري بيتشد بالفنلة كابتن أحمد الأحمر فإيده ما توصلش لكرة وتعد من دماغه شايف وهو بيقع على ظهره لو كان طبيعي كان هيعمل بلوك يجوز كان نوصل له بصرف النظر طيب فيه صورة الناس يبتدت تتكلم يقوم بقى نجيب ناغب رئيس الاتحاد الافريقي يعلق هو التحكيم كان كويس ولا وحش وحيجراله حاجة ولا لا شايف 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 فاول واضح واضح فيه صورة ثابتة كمان مبينها قوي لا دي بقى من الزاوية دي فاول واضح هي القورة دي اللي نقلت البطولة الماتش كان ماشي رغم ان الأهلي كان بديه بتفوق شوف شوف شده الجذب طيب ها خلصت لما انت تقدر تعمل فيا كده وانا شوت مرتاح تيجي قرجون خلاص خلصت يبقى اللي علق عليها مين أنا أحب وأقدر الكابت المتحة البلتاجي لكن كنت أتمنى اللي يتصدى هو في التبرير ها والإشادة بالتحكيم طيب عايز تروح تقول للإعلام وتشرح لهم تروح لمن في الإعلام تروح لمن في الإعلام وهو بنسبة تسعين في المية أستاذ إبراهيم بيحفل عليك نفس الإعلاميين هم هم تنقلهم من الستوديو ده للستوديو ده للستوديو ده هم هم بانتماءاتهم طيب هل ده هل ده اللي يشيع الروح الرياضية ويشيع التوازن يا أخي بين الحقوق بين الحقوق وبعدين يا أستاذ إبراهيم ها ودي فقر عايزين ننقشها بقى في مقالة مقالة لك احشرها لك ده بقى طريقة تجد أن الإعلام بيحتفي بشكل هستيري مع انتصارات الزمالك ويتجاهل انتصارات الأهلي يبتدي الوقار يشتغل انتصارات الزمالك اللي هي تبدو وكأنها انتصارات غير مسبوقة في كل الألعاب الجماعية مش في كل الألعاب لأن الألعاب الفردية حدث ولا حرج مفيش منافسة وان سايد جيم الأهلي اي ها إنما في الألعاب الجماعية الزمالك كسب في الباسكت بطولة أفريقيا وبطولة الدوري هنيجي لكل التفاصيل هسيب التفاصيل مانتالي تلكيشيني